ولكن ما هي العلاقة التي تربط المحافظ، السيد المحافظ، محافظ واسط مع القوات الأمنية بحيث تم تواجدهم أثناء وجوده لمنع الشخص المستحق تشهيد البناء داخل هذه الأرض أستاذ سؤالك بصراحة جدا مهم نعم ويصب في صميم الموضوع نعم بصراحة لا توجد هناك علاقة في استخدام السلطة من قبل المحافظ هناك إجراءات قانونية تخص الدوائر المعنية الدوائر المعنية اللي هي مثلا دوائر البلدية وكذلك دوائر أمانة العاصمة فيما يخص فيما إذا هناك تجاوز من عدمي نعم هذا الموضوع واضح ثم هناك موضوع آخر اللي هو اللكن نعم اللي أشرت إلى آني نعم أنه بأي حق يعني يتم منع المواطن من استخدام حقه في أرضه بأي حق هل هناك يعني قرارات صادرة من مجلس القضاء حق له أنه أنه مثلا يضع سرب من السيارات الشرطة ومنع المواطن سيارات الشرطة أنا عفوا يعني حتى احنا تعرف مزارة الداخلية لها مفاصل متعددة نعم حتى لا نظلم العالم أولا وثانيا نحدد المسؤولية والأشخاص اللي يكونون متواجدين مع السيد المحافظ نعم اللي شاف يعني شاهد العيان اللي كان موجود حسب ما سمعت شنو السيارات والعجلات العسكرية اللي حضرت في موقع الحادث والابتزاز اللي حصل للمواطن الواسطي نعم والله أنا حسب العلمي وحسب المعلومة اللي لدي أنه هناك كانت سيارات قيادة شرطة المحافظة نعم